موسيقى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليربوك اليوم سنوقف مع الأجواء المحلية كثير الأجواء التي تعيشها البلد وأقصد هنا الجانب السياسي أكثر وتحديدا ما يتعلق بالأردن الموقف الأردني الترقب الأردني مما يعرف بصفقة القرن قبل ذلك اليوم الملك عبد الله التقى في قصر الحسينية بأعضاء كتلة الإصلاح النيابية يعني كتلة الحركة الإسلامية يعني الإخوان المسلمين يعني إذا بدنا نحكي بطريقة أو بأخرى بالواجهة السياسية واحدة من الأدوات السياسية عند الإخوان المسلمين هي نواب كتلة الإصلاح اليوم الملك التقاهم على طاولة وطبعا حتى نكون أمينين في نقل السياق السياق أن الملك يلتقي بالكتل في الأخيرة التقى بمجموعة من الكتل واليوم كان اللقاء مع كتلة الإصلاح حسب ما تسرب لنا حسب ما سمعنا حسب ما نشر حسب ما عرفنا أن اللقاء كان وديا أن الكتلة تحدثت مع الملك بمنطقها المعروف بأدبياتها بمطالبها بحديثها عن دعم موقفه في قصة القدس والوصاية ورفض التنازل على الحقوق الفلسطينية ولا آت الثلاث يعني يبدو أنه قيل في ذلك الكثير الكثير في اللقاء مطالبة بالإصلاح بقانون انتخاب بقصة اتفاقية الغاز يعني كل الأدبيات اللي بتعرفوها عن كتلة الإصلاح كانت اليوم على طاولة الملك اللقاء ما هو السياق له هل هو بداية انفتاح حقيقي وتصميغ وأتمنى أول شيء أنا أتمنى أنه يكون الملك للجميع يعني الملك للإصلاح والإخوان والجميع بدون استثناء فألا يكون إذا كان فيه استراعات أحيانا أن تكون بين الحكومة والإخوان وليس بين الدولة والإخوان وليس بين الملك والإخوان يعني هذا دائما اللي نرجو نتمنى وبظل نظري يعني اللي بحكيه أنا نظري أنا ما آمن أنه نظري مش عملي لكن هذا اللقاء توقيته يأتي في مرحلة ما بعد إطلاق الحركة الإسلامية للمبادرة اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي ما بعد الرسالة التي وجهت للملك من قبل المكتب التنفيذي والمراقب العام للإخوان المسلمين للملك فجاء السياق في هذا التوقيت يعني لم يؤجل يعني أتمنى أن يكون تحليلي صح أنه أراد إعطاء الزخم لمثل هذه المسائل ونتمنى أن يتم تفكيخ وتركيب الإشكالات وأن يقف الجميع مع الجميع في هذه اللحظة التاريخية المهمة والفارقة في عمر المنطقة وليس في عمر الدولة العردنية ورح نكون إن شاء الله رب العالمين من خلال حلقة اليوم نلتقي رح نتواصل مع الكتلة ونسألهم كيف كان اللقاء ما هي العنوين الأبرز التي كانت في اللقاء في قادم الدقائق إن شاء الله من هذه الحلقة خليني أحكي بصراحة مثلا موقع أن الجو في حالة من الريبة يعني مرات بتشعر أن الأمريكان قربوا يعلنوا خطتهم وبتتسرب فيها أشياء وأشياء مرات الأشياء بتكون حقية مش حقية واقعية مش واقعية مش عارف بس مثلا عم في التحسيس يزار الولايات المتحدة الأمريكية ثم بعد ذلك قيل عن أنه عارفة أو صار عنده معلومات عن صفقة القرنف المصري قيل أنه يعني الحديث عن دولة في غزة وتتوسع لسيناء اليوم تصريح اسماعيل هنية أبو العبد بقول لك لا نحن لن نتوسع باتجاه سنتوسع باتجاه الضفة بمعنى أننا سنتوسع باتجاه بلادنا نريد أن نستعيد بلادنا وكان تصريحا أيضا موفقا لكن اللغة كبير وكبير جدا أي من الصفة دي أخر مرة سؤل بذكر في مؤتمر صحفي عن صفقة القرنف قال معناش معلومات يعني ما بنعرفش هسا عنا معناش يعني هاي الأمور مش واضحة ولكن ما يتسرب مزعج عن انحياز الأمريكي السافر مزعج فوز الليكود مرة أخرى ونتنياهو تشكيله للحكومة مزعج للأردن انحيازات أمريكا السافرة باتجاه تصفية الحل النهائي وأدواته الخمسة لمصلحة الإسرائيلي ونتحدث عن خمس أدوات رئيسية القدس الحدود اللاجئين الأمن كل هذا مزعج ويقلق الأردن موقع أمريكي أكسيوس قال أن الملك غاضب من أن الأمريكان لم يطلعوه على الخطة السياسية أو فيما يتعلق بالجانب السياسي وأنه يعني تدمر ولامى وغضب وتحدث مع التشريعيين أنه ما عندوه صورة كاملة وعنما يبدو أن الخطة بعرفوها الأمريكان خمسة بس هيك بيقولون الموقع خمسة بس بعرفوها من الأمريكان اللي هم ترامب وجماعة كوشنير والجماعة اللي هي أقرب للصهاينة هناك واضح جدا أن خطة لا تعرف عنها وزارة الخارجية شيء الأمريكية ولا يعرف عنها الكونجرس ولا الـ CIA هي خطة ستكون يعني فيها التباسات كثيرة ما فيش فيها فرامل ما فيش فيها فرامل أمريكية خاصة يعني لما أنت تحكي أنه في خطة في ذهن الرئيس الأمريكي بيعرف عنها خمسة وذول خمسة أغرار في السياسة كوشنير ومنتطرفين في السياسة وإنجليين يعني بتخاف بترتعب بتقول مش هاي أمريكا اللي بتقدم الخطة يعني أمريكا صحيح أنها منحازة لإسرائيل لكن لم تكن يوما بهذا الانحياز السافر أنه اليوم هي طرف في الصراع بمعنى الكلمة الطرف بتعلن عن نفسها طرف وتقوم باتقاذ قرارات وقفزات في الهواء لم يجروا عليها كثير من القادة الأمريكيين وهون بتشعر بالقلق والخوف لكن بالأخير يعني أمريكا مش قدر وصفقة القرر مش قدر وليس هم الذين يعني يصوغون حياتنا في النهاية في النهاية نحن لا بد أن يكوننا موقف وحركة ورفض واشياء كثيرة لذلك ما قال الموقع أن الملك غاضب على ما يبدو أن الملك يحرك راكدا في هذه المسألة مسيرات شعبية تخرج في كثير من المناطق أنا باعتقادي أنه أنا شخصيا شايف أنه في برود شعبي في التفاعل مع لآتي الملك أنا شخصيا يكشفت في برود شعبي كان ولكن في مسارات يعني اضطرارية للدولة في النهاية حتى تستطيع أن تواجه هذه الصفقة وهذه الضغوطات وهذه المسارات هي الشعب الأردني الشعب الأردني الدولة يجب أن تمر من خلال الشعب الأردني وأقصد هنا الشعب بكل تفصيلاتهم بينها جماعة الإخوان المسلمين اللي صارت طالعة مرتين ثلاثة تحت هذا العنوان وباعتقاد أنه هذا مهم لذلك حكيت عن اللقاء مع كتلة الإصلاح اليوم أنه هو في السياق لقاء مع كتل يجى دور كتلة الإصلاح تم اللقاء معها لكن اختيار هذا التوقيت والديوان بيختار التوقيت قبل بيوم يعني بيبلغ قبل بيوم اختيار هذا التوقيت فيما بعد المبادرة فيما بعد الرسالة الملكية التي وجهت من جماعة الإخوان المسلمين إذا كان قرار يعبعتقد أنه موفق لأنه يعطي زخم لتفكيك تلك سوء الفهم بتكون تسموه لتفكيك تلك التوترات القائمة بين الدولة والإخوان هل ما جرى في نقابة المعلمين هو أيضا استجابة لهذه المسألة بمعنى ارتخت القفضة شوي عن الإخوان المسلمين في بعض المواقع وسمح للتحالف أن يرى النور يعني برضو أسري قابل للتحليل قابل أنك تخذ تعطي فيها ترفضها وتقبلها لكن هذا الجو اللي أنا بشتهيه وبتمنى ويعني أرجو أن يكون حاصل في البلد أن تكون مدركات من يصنع القرار مدركات من يطبخ القرار المطبخ السياسي في الأردن أن اللحظة القادمة تحتاج إلى تمتين وتصميغ الجبهة الداخلية هسه ممكن يصير فيه قرارات سياسية ما بعرف أنا شخصيا مش شايف أنه فيه قرارات سياسية ممكن تكون لكن كويس أنه يكون فيه جو مريح كويس أنه يكون فيه جو انفتاحي كويس أنه يكون جو حواري كويس أنه ينتفاجئ قبل رمضان بقرار من مرجعيات الدولة بشيء يعني يتعلق بالسياسة والاقتصاد لأنه القادم معقد مش مفهوم وممكن يكون سريع وخاطف وديناميكي يعني إحنا لحد الآن التوقيتات ارتبطت بالانتخابات الإسرائيلية 9-4 الآن التوقيتات ارتبطت بتشكيل نتنياهو لحكومته يمكن أن يعلن هذا الأمر السيسي بروح على ترامب بلتقي بنشعر بقلق الملك بتكتب إحدى أو الوسائل الإعلام الأمريكية أنه يعني غاضب لأنه لا يعرف يعني بعض المظاهرات تم تحريكها بمعنى أن هناك إرادة للدولة أن الشارع يلا ساعدني ساندني يوقف معاي يوجه رسالة للغرب أنه هيك يعني بهذه الصورة هذه كلها خاضعة للنقاش والحوار حول ما يجري لكن في النهاية هناك قادم مثلا خليني أوقف شوي عند اليوم مقالة لمعالي جواد العناني جواد العناني مش شخصية عادية شخصية كانت في وادي عربة شخصية فاوضت اليوم كتب مقالة عنوانها إن شاء الله تحضرني الذاكرة الأردن بعد فوز الليكود أو الأردن بعد فوز الليكود ربط الحال الأردني ب لكن فوجهت أنه الموضوع مش مرتبط بالليكود يتحدث عن صفقة القرن طبعا اللي أنا ما عجبنيش في المقالة وأنا بعرف أنه جواد العناني مش يعني سهل ويتثاقف أحيانا مع خلفيته لكن اللي ما عجبنيش في المقالة أنه بيحكي في لحظة من اللحظات مجموعة بنفس تخويفي أنه هذول ممكن يقطعوا عننا المساعدات هذول ممكن يستدعوا القروض وتعالوا سدوها هذول ممكن يحطون على قائم سوداء هذا الجو التخويفي ما بنحكى للناس الناس الآن بدها جو تشجيعي يعني يشبه ما قاله الملك هذا الخطاب التشجيعي يجب أن تتناغم النقب مع خطاب الملك بأنه أنا مش خايف والأردن مش خايفة وإحنا مستألين لأنه يا جواد العناني كلفة أن نذهب إلى صفقة القرن أكثر بكثير وأعمق بكثير من كلفة أن نتحداها مهما كانت الضغوطات والعقوبات لازم نفهم هذا الحكي وبجوز الملك حسين وبدرجة أقل فهم أن كلفة الذهاب إلى حفر الباطن كانت أكبر من كلفة أن نوقف مع الناس ويرضى بمناكفة ومعاندة أمريكا والخليج ودفعنا كلفة لكن بقي الأردن يعني لازم نعرف هاي القصة لذلك جواد العناني اليوم بحط مجموعة من المخاوف أنا لو بدي أقراها بطريقة مجرد بخاف ليش تخوفنا وأنت يعني ليش يعني بدنا نرجع مرة ثانية لقصة وادي عربة وإحنا بدنا نثبت أنفسنا وبنروح نتفاوف أقمحهم ثم بعد ذلك يتحدث جواد العناني على أن هناك خيار هو حط أكثر من خيار من بينه الرفض الكامل خيارين حاط الرفض الكامل لصفقة القرن وعلى فكرة هو بيحكي عنها شو هي شو بتوقعها هو بتوقع أنه يفرض على الأردن أولا توطين اللاجئين ويتحدث هنا عن اللاجئين بمعنى أنه محوم مش أرقام وطنية والأرقام الوطنية ثم إلغاء المخيمات ويقول بعد ذلك أنه من خيارات الأردن ممكن ترفض وبيضعف هذا الخيار ثم يذهب إلى خيار آخر يرى فيه أنه ممكن أنه إحنا في الأردن نفاوض ونقلل الخسائر مش نفسها هذا نفس وادي عربة هذا بظبط تحكي لنا يا بالأربعة وتسعين هذا مش صحي إنك تحكي اليوم بدي أفاوض على هوية الأردن والله شكلها أقل شوي على كيانية الأردن بالمقابل بتفاوض على هوية الأردن بتفاوض على هوية فلسطين وعلى حقوق الفلسطينيين وعلى أراضيهم وعلى الوضع الفلسطين صحيح مرات إنه سيف خشب إنك تظل تقول حل الدولتين حل الدولتين بتشعر إنه تكسر على الأرض لكن هناك خيارات أخرى يعني لسه خيارة تقول أنا بدي حل الدولتين وجريبها لحيط أحسن ما تروح باتجاه إنه أنا الخطة الأمريكية آسف بدي أتكيف معها شو تتكيف معها؟ إذا تكيفت معها اليوم القصة مش سياسة القصة وطن وطن بديه يرحل ويتغير شكله ويعاد تركيبه ويعاد صياقته ويعاد التوزيع الثروة والسلطة فيه ثم بعد ذلك هل يملك أن نفعل ذلك؟ هل ممكن أنه نفككه وركبه هذا الوطن؟ عشان ترضى أنت ويرضى غيرك؟ ثم بعد ذلك هذا ثمن لإيش؟ لضيع فلسطين يعني بنا نضيع الأردن ونضيع فلسطين لذلك أنا باعتقادي أنها مقالة كانت غير موفقة فيها نوع من الأفق التثاقف مع فكرة التفاوض وهي لازم نطلع منها لازم نكسرها لأنه الصهيوني كسرها وحطها تحت قدمه من يوم منطخ رابين في الخمسة وتسعين هم بقولوا فيش تفاوض فيه في سياسة فرض أمر واقع سياسة قدم سياسة استدعاء الأمريكي وسياسة أنك أنت منبطح يعني كحالة عربية فيش إش اسمه الآن لازم نطلع من هذه الثقافة إحنا والفلسطينيين إحنا وأبو مازل ثقافة أني بدى ظل أنادبة بقصة التفاوض هذه مسألة يعني مين أسقط من حساباته اللي هي قصة جواد العناني أسقط من حساباته قصة أنه الفلسطيني والفلسطيني أنت يعني يعني معطيه خلاص أنه منبطح وبدو يوافق الفلسطيني هو الأقوى هو الطرف اللي بيقدر يهدم المعبد هو الطرف اللي بيقدر يقول لا بيقدر يقول لا لأنه ما عندوش إش يخسره إذا خس قال آه خسر كل شيء خسر الكرامة وخسر الوطن وخسر الضفة وخسر فلسطيني التاريخية وخسر هوية الفلسطيني خسر المنظمة وخسر المنظمات وخسر النضال وخسر الشهداء وخسر العسرة وخسر كل شيء بتصير نتيجته صفرية الفلسطيني إذا حكى آه موافق انا بدي صفقة القرن بدي اقبل انه اسرائيل يصير سيادتها على الارض وعى الضفة الغربية وانا كتلة بشرية انا فلسطيني بدون ارض هيك بتكون فلسطيني يحكي وفاوض على هذا الكلام او تقليل الخسائر لا القصة مش اكله شروب والقصة مش ضغوطات اقتصادية القصة يرجعوا يحتلونها مرة ثانية ويقضوا الضفة الغربية ويدفعوا الكلفة يحتلونها في الضفة وفي غزة ونرجع مرة ثانية مقاومة بالحجارة ومقاومة بدائية ولا انه اندشن مرة ثانية فيش فلسطين وفيش اردن ارجوكم يعني انتم يعني القصة مش يعني الواقعية مش انك تنبطح للواقع الواقعية احيانا انه تشوف هذا الواقع قديش ممكن يقلمك قديش ممكن يقضي على ثوابتك الثوابت جزء من الواقع وذلك هذه معادلة مهمة انا كنت اليوم متألم لقراءة هذه المقالة لانه في هذه اللحظة هي لحظة تعبئة وطنية باعتقادي انه يعني التماهي مع الملك ومع الخطاب المبدئي مسألة مهمة جدا لانه فيها تعبئة فيها خطاب تعبئة انه اليوم احنا منقول لا للتوطين منقول لا ليه للوطن البديل لا للتخلي عن القدس لا للتخلي عن الوصاية لا للتخلي عن حقوق الفلسطينيين وبدناش كمان حتى نختلف معهم لا منقولهم لا اليوم حتى هذا الاسرائيلي يفهم الرسالة في فلسطين تاريخية من بحرها لنهرها لذلك هذه المعادلة ولذلك الاجواء في الاردن مش لازم تلتبس مش لازم واحد يغرب برا السرب مش لازم احنا والفلسطينيين لازم ننسق يعني الان التناغم بيننا مهم جدا وجدا حتى فتحوا حماسي اذا ما تصالحوش على التفصيل الفلسطيني يجب ان يكون خطابهم فيما يتعلق برفض المشروع الامريكي متناغل ويتركوا قصة الاتهامية انو هذا جزء من صفقة القرن وهذا جزء من صفقة القرن حماسي بتقول هذول هذول بعملوا هيك لانه جزء من صفقة القرن وهذا لك بيحكونا في ستون نطلع منها ننسق مواقفنا لدرجة لانه الاقليم العربي منكشف منكشف يعني الان السعودية والامارات همها شو بصير بليبيا وبدأ بهماش وبتضغط علينا هون وبتضغط وبتتمرك مصر بتعرفش هذا الزلم اللي حاكم مصر بشو بفكر وشو قبل معه وشو كي بدي يضغط مع اني استبعد ان يتنازل عن سيناء يعني هذه مسألة مش سهلة يعني يعني مش انا مش متخيلها انها وليست منطقية لكن ممكن على اقل تقدير ما يوقفش مع الاردن وفلسطين ممكن يضغط علينا ذلك وطن عربي منكشف مين دي يوقف معك بشار قاعدين بيقصفوا فيه وبضربوا فيه فش ردة فعل مبارحة اخذوا الجولان مفيش حتى ايران ارهقت كل هذه المعادلات حتى تركيا تعباني لذلك انت منكشف استراتيجيا وتارقيا ولن تأخذ من هذه الدول اذا ما ضغطوش عليك لن تأخذ تعييد واذا خدت تعييد رح يكون صوتي وليس بعلي وليس عملي وليس اجرائي على الارض كل منبطح لترامب ولقدر ترامب تحت هذا العنوان ولذلك تصبطش في الجبهة الداخلي الا ان نكون على يعني قلب رجل واحد بس هذا هو الجو في الاردن الذي يجب ان نعيش ونكتفي بالحديث عن هذا الملف او هذه المقدمة المتعلقة فقط في الشعر الداخلي نذهب الى وقفة قصيرة ثم نعود